حضر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من مغبة استهداف إسرائيل للأراضي الإيرانية مؤكداً أن طهران تملك القدرة على الرد بنحو وصفه بالمؤلم وفي كلمة له خلال التشيع القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفرشان قال سلامي إن إسرائيل تدرك جيداً أن إيران تعرف كل نقاط ضعفها كشفت شبكة سي أن أن الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الضربة الإسرائيلية لإيران تكون قبل الخامس من نوفمبر المقبل وجاء الكشف عن هذا الموعد بالتزابر مع وصول المنظومة الأمريكية للدفاع الجوي الثاد إلى إسرائيل استعداداً لأي تداعيات للرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخية استعدادات إسرائيلية ودعم أمريكي استباقاً لتوجيه ضربة متوقعة لهداف إيرانية الولايات المتحدة أرسلت منظومة الدفاع الجوي ثاد إلى إسرائيل تحسب لأي هجمات إيرانية انتقامية فهذه المنظومة معدة للتصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى وصول منظومة ثاد إلى إسرائيل تزامن مع تأكيدات في الولايات المتحدة بشأن الموعد المتوقع للعملية ضد طهران فقد كشفت شبكة سيانان أن الهجوم سيكون قبل الخامس من نوفمبر وذلك بناء على تأكيدات من مسؤولين أمريكيين وقالت سيانان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانيه يبدو حساساً للغاية اتجاه أي تداعيات سياسية محتملة للهجوم في الولايات المتحدة السقف الزمني الذي تحدث عنه مسؤولون أمريكيون يتوقع أن يزيد التقلبات في الشرق الأوسط في غضون أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومع ذلك نقلت شبكة سيانان عن مصادر أن الهجوم بجدوله الزمني ومحدداته كان موضوع نقاش مكثف داخل الحكومة السرائلية ولا علاقة له مباشرة بالانتخابات الأمريكية لم يحاول رئيس جو بايدن الثاني نتانيه عن رد بقوة بعد الهجوم السروقي الإيراني إلا أنه وفقاً لتقديرات بعض مسؤولين الأمريكيين فإن نتانيه يعلم أن استهداف إيران يمكن أن يعيد تشكيل السباق الرأسي الأمريكي مما يعقد الحسابات وبحسب سيانان فإن نتانيه أبلغ بايدن أن بلاده لا تنوي مهاجمة المواقع النووية أو النفطية الإيرانية فبالنسبة لبايدن ونائبته كامالا هارس يعني اندلاع صراع نقليمي صداعاً سياسياً هما في غنى عنه وللاطلاع أكثر على أبرز المواقع التي يمكن أن تكون أهداف للضربة الإسرائيلية المرتقبة داخل الأراضي الإيرانية تنضم إلينا زميلة نانسي تابت نانسي نتابع معك في خريطة تفاعلية أبرز المواقع الإيرانية التي يمكن أن تستهدفها إسرائيل إسرائيل حسمت أمرها وقررت الرد على الهجوم الإيراني الأخير بضرب منشآت عسكرية وليست نفطية أو نووية في إيران وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية موقف أكثر اعتدالاً كما وصفه مسؤول أمريكي للصحيفة سهم في إرسال واشنطن منظومة ساد الصاروخية لإسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي يو آف جالنت كان قد توعد بهجوم مميت ودقيق قبل كل شيء مفاجئ بحيث لا يفهم الإيرانيون كما يقول جالنت كيف حدث وماذا حدث فما هي إذن الأهداف المحتملة الجديدة التي لن تنتظر إسرائيل كما تقول الضوء الأخضر من واشنطن لضربها في إيران وفق تقارير قد تلجأ إسرائيل في السيناريو الأول إلى ضرب مرافق للصواريخ في إيران وقد يكون المجمع الصاروخي تحت الأرض لقاعدة الإمام علي على بعد 35 كم تقريباً من خرم أباد على رأس قائمة أهداف إسرائيل وذلك نظراً لموقعه الاستراتيجي وأيضاً مركزيته في شبكة الصواريخ الإيرانية نذهب إلى مدينة كرمنشاه في إيران هنا التي هي تعتبر مدينة معروفة بشبكتها من المرافق العسكرية تحت الأرض تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة وقد تكون ضمن بنك أهداف الجيش الإسرائيلي نضيف إلى ذلك قاعدة أبو ذر الإيرانية في قلعة شهين التي تعد منشأة عسكرية مهمة جداً للجيش الإيراني تتحدث تقارير أيضاً عن قاعدة سرية لتطوير الصواريخ الإيرانية تعرف بحامية الشهيد السلطاني وقع شمال شرق تهران في منطقة جبلية هنا بين كرج وأشتهار وتضم صواريخ مثل شهاب ثلاثة وأيضاً صواريخ فاتح الإيرانية نذهب الآن إلى السيناريو الثاني في السيناريو الثاني قد تضرب إسرائيل إلى جانب القواعد الصاروخية قواعد جوية يبلغ عددها في إيران 17 قاعدة أبرز قاعدة بين هذه القواعد الصاروخية هي قاعدة حمدان شاه شاروخي هي قاعدة جوية تكتيكية وقاعدة طيران للجيش الإيراني تضاف إليها قاعدة ديزفول في هاته تقع أيضاً غرب إيران وقاعدة أخرى قاعدة دوشان بالقرب من العاصمة وقاعدة بوشهر وقاعدة أصفهان شاهد وهي من أكثر القواعد نشاطاً في البلاد قد تلجأ إسرائيل في السيناريو الثالث هذه المرة إلى ضرب شبكة الاستخبارات الإيرانية التي تضم وفق تقارير أكثر من 12 وكالة استخبارات تشارك في المراقبة المحلية وأيضاً الأجنبية أبرز المنشآت المتعلقة بالاستخبارات هي وزارة الاستخبارات والأمن الخاضعة للسلطة التنفيذية في البلاد وأيضاً منظمة حماية المخابرات للحرس الثوري الإيراني هي تابعة للجيش قد تستهدف إسرائيل أيضاً مباني حكومية ومراكز قيادة وسيطرة وربما قادة رفيع المستوى وسائل أعلام إسرائيلية تتحدث نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين عن أن الرد الإسرائيلي سوف يكون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتحدثون عن الخامس من نوفمبر تحديداً وقد يأتي على شكل موجات وسلسلة من الهجمات وليس فقط على شكل هجوم كبير لمرة واحدة فهل يفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بوعده لبايدن هذا المرة ويبتعد في رده عن المنشآت النفطية والنووية أم ينكس بهذا الوعد كما فعل في مناسبات عدة الأيام القادمة سوف تكون كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال الآن نعود إلى روبار وبقية نشرة الأخبار شكراً ننسي نواصل أخبارنا حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة شلت ليلة الأربعاء غارات جوية بواسطة قذفات استراتيجية خفية من طراز بي تو على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران الولايات المتحدة توجه نيرانها نحو مواقع الحوثيين من جديد باستلاح نوعي اختارت واشنطن بعث رسائل ردعاً للخصوم فشن استلاحها الجوي غارات ليلية قادتها قاذفات شبحية استراتيجية من طراز بي تو أما بنك الأهداف شمل مواقع لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في بيان إن المنشآت تضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة مضمون رسالة الردع هذه يحمل دلالات عدة حسب البنتاجون فاستخدام خاذفات قنابل خفية بعيدة المدى من طراز بي تو سبريت يظهر القدرات العالمية التي تتمتع بها واشنطن لأخذ إجراءات ضد أهداف عند الضرورة في أي وقت وأي مكان ذاك ما ذكره لويد أوستن في بيانه وأضاف أن الهدف إضعف قدرة الحوثيين على موصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار وحماية القوة والأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم في أحد أهم الممرات المائية في العالم توقيت العملية أيضا يراه كثيرون لا يخلو من إشارات دعم أمريكي متواصل للحليفة إسرائيل في حربها متعددة الجبهات وهو يأتي أيضا وسط ترقب طهران ووكلائها للرد الإسرائيلي المنتظر على هجوم إيران قوة الهجوم وحجم خسائره يبدو أنهما أزعجا جماعة الحوثي التي توعدت برد قاص وذكرت وسائل إعلام تابع للحوثيين أن ضربات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت العاصم صنعاء ومدينة صعدة فيما سارعت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سينت كوم التأكيد على عدم وجود مؤشرات أولية تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين ومتبعة لاستهداف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المخازن الحوثية في اليمن نرحب ضيطنا القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني جميل المعمري أستاذ جميل استخدام هذه الصواريخ الخفية الأمريكية في هذه العملية تأتي رد على كل الاستهدافات السابقة للملاحة الدولية لناقلة النفط ولكن تأتي أيضا في إطار استهداف جماعة الحوثي لإسرائيل وما أشارت إليه واشنطن بحماية أمن حلفائها كيف يمكن الإضاءة على هذه الضربة وما أهمية المخازن الحوثية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه الضربة كما ذكرت في تقريركم استهدف العاصمة صنعاء واستهدف أيضا محافظة صعدة طبعا عندما نلاحظ الأسبوع الماضي كان هناك حركة كبيرة لتهريب السلاح من داخل مخازن الحاصمة صنعاء باتقاه صعدة ولاحظ الكثير تلك الحركة الجديدة بنقل غلب الصواريخ وغلب الطيران المسير أي أن الميليشيات الحوثية كان لديها تقريبا هواقس أنه سيتم قصف العاصمة صنعاء ولم تتوقع أن يكون هناك قصف لمحافظة صعدة طبعا محافظة صعدة أغلب المخازن السلاح فيها عبارة عن كهوف بالإضافة إلى فق عطان الذي تواجد فيها أيضا كهوف داخل القبال وهي مخازن الدولة اليمنية السابقة قبل وصول الميليشيات الحوثية إلى السلطة طبعا ما تم السهدفه ليلة البارحة أو الليلة كان أغلبه مخازن للسلاح ومخازن للصواريخ الباليستية أو الصواريخ التي تستقدمها الميليشيات في الهقوم على السفن البحرية طبعا استخدمت الطيران الأمريكي طيران لأول مرة يستخدم في هقومها على الميليشيات الحوثية وهي الطيران البيتو أو أي الشبحية التي أعتقد أن القيش الأمريكي هو القيش الوحيد الذي يمتلك مثل هذه الطيران وأعتقد أنها تمتلك قدرات عالية ولذلك تم استخدامها في قصف الخنادق وقصف الكهوف وكان من خلال هذا القصف رسالة قوية أننا بإمكان أمريكا أستاذ جميل رد جماعة الحوثية المتحدث من الحوثيين يتحدث عن رد ما حجم هذه الخسائر التي كبدها الحوثي ليأتي هذا الرد السريع بأن الجماعة سترد على واشنطن ولندن طبعا الميليشيات الحوثية لديها الصواريخ التي استطاعت والطيران المسيئة التي استطاعت من خلاله ضرب بعض السفن التجارية والإمكانيات التي تمتلكها الميليشيات الحوثية لاحظنا في الفترات السابقة أنها اليوم أصبحت تمتلك صواريخ باليست يتصل إلى عمق إسرائيل وطيران المسيئة أيضا وصل إلى داخل إسرائيل ناهيك عن الضربات التي استهدفت الملاحة الدولية وأعلنت عنها أيضا الميليشيات الحوثية أنها أصبحت اليوم تمتلك صواريخ فرط صوتية بمعنى أنها أصبحت تمتلك سلاح ردع يعني لا تمتلكه إلا بعض الدول العظمى وهذا يجلل أن إيران أصبحت اليوم تمنح الميليشيات الحوثية السلاح الذي أصبح يعتبر من أحدث الأسلحة عالميا ويها الصواريخ الفرط صوتية طبعا الهجمات اليوم كانت رد على مثل هذه الهجمات التي مورست على التجارة الدورية وعلى إسرائيل ومن خلالها أعتقد أننا اليوم أمام توسعة كبيرة لمقريات المعركة وانتشار لمسرح عملية الحرب كانت العملية الأمريكية والرد الأمريكي في السابق استعدف فقط الحديدة وميناء الحديدة اليوم هناك استهداف واسع داخل الخارطة القغرافية اليمنية أي بمعنى صنعها وصعدها وقبلها وصلت الضربات إلى محافظة الذمار بمعنى أن اليوم الرجل سيكون أعنف من ذلك وكلما تمادت الميليشيات الحوثية في استهداف المصالح الأمريكية أو حلفاء أمريكا في المنطقة أعتقد أن التطورات ستشهد هجمات أعنف من ذلك وسلاح أقوى من الذي استقدم في الهجمات السابقة أشكر جزيلا شكر الخبيل العسكري والاستراتيجي اليمني جميل المعمري مباشرة من القاهرة قد مصدر عسكري سوري إن هجوما إسرائيليا على مدينة اللاذقية السحرية أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مدية وجاء الهجوم فيما تكثف إسرائيل من تحركاتها على هضبة الجولان السوري واصل مخاوف من فتح جبات جديدة تنطلق من سوريا هذه المرة ضربة جديدة تستهدف فيها إسرائيل مدينة اللاذقية السورية على البحر المتوسط قصف قال المرصد السوري إنه استهدف مستودعا للذخيرة لكن ضربة هذه المرة جاءت في ظل تحركات إسرائيلية مكثفة في هضبة الجولان شملت إزالة ألغام الأرضية وإقامة حواجز جديدة كما تعكف القوة الإسرائيلية على إزاحة السياج الفاصل بين المنطقة منزوعة السلاح باتجاه الجانب السوري مع تنفيذ أعمال حفر لإقامة مزيد من التحصينة في المنطقة وبحسب محللين عسكريين فإن هذه التحركات المكثفة ربما تؤشر إلى خطط إسرائيلية لضرب أهداف تابعة لحزب الله من مسافة أبعد من ناحية الشرق على الحدود اللبنانية مع إقامة منطقة آمنة تمنحها حرية تحرك أكبر في عمليات الاستطلاع والمراقبة كما أنه وبتوسيع عملياتها في تلك المنطقة يمكن لإسرائيل أن تشدد قبضتها على طرق إمداد الأسلحة لحزب الله التي تصله من إيران مروراً بالأراضي السورية وبرغم أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على تلك التحركات لكن مصادر سورية تحدثت إلى وكالة رويترز أفادت بوجود أوامر لمجموعات شبه عسكرية سورية بالانسحاب من منطقة القنيطرة في الجولان وعدم الاشتباك مع القوات الإسرائيلية كما كانت مصادر سورية ولبنانية أفادت أيضاً بأن القوات الروسية غادرت موقع طل الحارة وهي أعلى نقطة في محافظة درع جنوبية سوريا وذلك بناءً على ما وصف بتفاهمات مع إسرائيل التي يبدو أنها على وشك تسخين جبهة جديدة منطلقها سوريا هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر